السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي اهلا ومرحبا بكم في استكمال حل كتاب المدرسة 2021 الفصل الدراسي الثاني والنهاردة معادنا مع يونت 9 الوحدة التسعة watch listen and make اللي فاته شرح اليونت بالكامل وحل جميع الكتب الخارجية هيلاقيه فوق قيمة تشغيل الصف الثاني اعدادي او في سندوق الوصف هسيب لكم برضو رابط الشرح هيكون موجود وجميع حلول يونت 9 النهاردة نبتدي ان شاء الله نحل كل يونت 9 الوحدة التسعة بالنسبة لكتاب المدرسة بدايتنا هتكون من بيج 84 صفحة 84 اللي محتاج منهج المرحلة الابتدائية برضو هيلاقيه في سندوق الوصف رابط القناة الجديدة مستر عم رجب 2 اللي محتاج كل المرحلة الابتدائية هيلاقيها موجودة ورابط البيج والجروب موجودين برضو اسفل الفيديو فيه سندوق الوصف اول تمرين عندي بيقول لي match to make activities عايزين نوصل act مختارين in a play يعني يمثل في مسرحية بعد كده عندنا do بعد كده عندنا paint يلون ويدهن play يعلعب أو يعزف so يخيط scenery اللي هو منظر طبيعي أو الخلفية بتاع خشبة المسرح musical instruments آلة موسيقية make up المكياج costumes أزياء تنكرية do طبعا make up يعني يضع مكياج بعد كده عندنا paint scenery يلون خلفية المسرح بعد كده عندنا play يعزف على musical instrument آلة موسيقية وآخر حاجة so costumes اللي هو الزي التنكري so يعني يخيط نفس مجموعة الكلمات اللي فوق عايزين استخدمها هنا بس طبعا حسب correct form my dress is damaged فوس تاني بقى so my mother is suing it ماما بتخيطه the children الاطفال all wore funny كلهم لابسين funny to the family party لابسين ايه في الحفلة احمد ووزا firefighter احمد مثلا كان لابس لبس firefighter يبقى كانوا لابسين costumes أزياء تنكرية مونة can't answer the phone because she is doing her مش قادرة تد على التليفون لأنها بتعمل do hair make up make up اللي هو زي ما احنا قلنا الميكاين that is fantastic رائع in the play you feel like you are in the mountains النقط كان رائع جدا في المسرحية تحس ان انت فعلا في الجبل طبعا scenery قلنا scenery اللي هو الخلفية بتاعة المسرح وتنفع بمعنى منظر طبيعي which note can you play اي نقط تقدر تعذفها طبعا a instrument يعني اي آلة موسيقية انت تستطيع عسفها التمرين التالت على القدرة بيقول لي reorder the words عازين نرتب علشان نعمل جمل ونجاوب براحتنا كل واحد يجاوب براحتنا الاولى محلولة sue you can can you sue بتعرف تخيط ممكن اقول yes i can وممكن اقول no i can't use computer do no you to how طبعا هتبقى هتبقى اكتب هنا do او الواحدة do you هل انت know تعرف how do you know how to use a computer هل انت بتعرف تستخدم computer طبعا عازين نجاوب على السؤال ده ممكن اقول yes i do نعم انا استطيع french you are to able to speak يبقى the capital يبقى are you able to speak french هل تستطيع التحدث الفرنسية ممكن اقول yes i am وممكن اقول no i am not yes i am play you football or can't tennis يبقى can you play هل انت بتقدر تلعب football or tennis بتعرف تلعب football ولا tennis عايزين نجاوب ممكن اقول طبعا i can't play مثلا انا مش بعرف العب football كرة قدم اه but i know لكن انا اعرف مثلا how to play تنس لكن انا بارف العب تنس بعد كده طبعا ده complete the research result from students book page 22 ده خاص بكتاب المدرسة عندي بعد كده ب 85 artist الفنان a person who paint or draws for a job cartoon اللي هو الرسوم الكارتونية او الافلام الكارتون free يعني مجاني portrait يعني رسوم او رسومات تصويرية لاشخاص بوتري اللي هو صناعة الاوان الفخرية scale picture تمسال منحود things that are made from clay حاجات مصنوعة من الكلي الصلصال such as cups زي الكوبيات والبلات والاطباق a painting or photograph of a person's face رسمة لشخص او واجه شخص a funny drawing رسمة مضحكة usually showing people or animals ممكن الناس وممكن حيوانات art made from stone مصنوع من الستون or wood that looks like people يشبه الناس animals or other things without paying money بدون دفع اموال cartoon اللي هي تاني واحدة طبعا هي funny free الحاجات المجانية اللي هي without money بدون دفع اموال portrait اللي هو a painting اللي هي رسمة بعد كده putri اللي هي الاوان الفخرية a واخر واحدة scalpature اللي هو art بعد كده عندي complete the review ده مقال نقدي of museum with these words favorite يعني مفضل idea فكرة recommend يوصي thought الماضي من think thought يعتقد point of view يعني وجهة نظر نظر review of textile museum متحف المنسوجات in Cairo last month i visit textile museum in Cairo the museum has lots of clothes from different times in history في ملابس لوقات مختلفة في مصر i thought اعتقد the clothes from ancient Egypt were fantastic كنت شاف ان الحاجات دي او الملابس دي جميلة جدا from my نقط that طبعا من وجهة نظري lay a point of view the statues showing people wearing the clothes really teach you about life in the past بتعلمك حاجات كتير عن الحياة في الماضي my not think اكتر حاجة مفضلة بالنسبالي my favorite thing was the Islamic area where you can see different kinds of calligraphy I not looking I recommend انا باوصيك او باوصي اي حد هناك انه ينظر ال clothes from other countries لبلات اخرى too such as ايران زي دولة ايران they are very interesting شيقة جدا if you want to take photos it's a good طبعا ايديا فكرة جيدة to take a good camera تاخد معك كاميرا جيدة because the museum is quite dark لان المتحف الى حد ما من جوه quite dark يعني مظلم الى حد ما هنا بها دي مجموعة من الاسئلة على الدرس يلا كده نجاوبها مع بعض السؤال لول بيقول what did Angie think of clothes from ancient Egypt رأيها هي في الملابس قالت انهما طبعا fantastic السؤال التاني بيقول لي what was her opinion of the statues ايه رأيها في التمثيل هي طبعا قالت ان they really ان التمثيل دي حقا ان they really teach you about بتعلمنا عن alive الحياة in the past فين في الماضي what was her favorite thing اكتر حاجة هي حباها طبعا الاسلامي area اللي هي المنطقة الايه الاسلامية طبعا ممكن نكمل where you can see different kinds of كيلوغرافي فيها انواع مختلفة من الكيلوغرافي what does she recommend هي وسط بايه وسط طبعا بلوكين at the close الملابس from other countries بلاد اخرى such as mean مثل ايران why did injury comment taking a good camera ليه وسط بان احنا اخد كاميرا جيدة اهي because the museum is quite dark لان المتحف الى حد ما quite dark يعني الى حد ما في بعض الظلام بعد كده الدرس اللي بعده عندي you listen and choose the correct words المفروض ان احنا نسمع بس طبعا نحاول نحلها مع بعض من غير استماع the 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 هو جاي بنا بلاين دي يعني أعمى ودف يعني صام هي مدرسة للعمل هي واحدة من طبعا النقط هو هنا بيتكلم عن فرقة موسيقية يبقى واحدة من الموسيقين الموسيقيين مش الأرتست طبعا الفنانين هي قادرة على عصف طبعا في الليسن بيقول لي زع فيلين الليه الكمان بيانو فيلين الليه الكمان جا في ري وال بدا التعزف عندما كان عمرها 6 سنين امان بكام بلين أصبحت عمياء وين شه 2 years old بيكوش شاید تحب التعزف بيكوش شاید تحب الموسيقى و تكون مع أصدقالا مؤخرا شاید امان و فرانس مع الأوركسترا انا شاید في الأوركسترا رائعة تمرين الثاني اللي هو شخص معاق لا يسمع طبعا اللي هو الأصم مش بيقدر يستخدم أجزاء من جسمه طبعا ده اللي هو غير قادر على الرؤية طبعا اللي هو الشخص الأعمى بعد كده عندي تمرين فكريته جديدة ومختلفة انظر إلى الصورة الحاجات اللي الناس اللي عندها اعاقة المشاكل اللي ممكن يواجهوها لو ركزنا كويس هللاقي هنا في شخص blind وهنا في شخص sitting أو واحدة sitting on the wheelchair وعندنا حد بينادم على حد هنا طبعا ده deaf can't hear فهنشوف كده the blind man is not able to الشخص ده مش قادر انه see the traffic light يشوف إشارات المرور للمشكلة اللي هو بيواجهها the disabled woman can't الامرادية can't لا تستطيع ممكن نقول مثلا go into the shop مش قادرة تدخل الشاب المحل أو ممكن نقول برضو go up the stairs مش هتعرف تتسلك اللي هي السلامة the deaf boy is not able to الولد ده الدف مش قادر يعمله مش قادر hear انه هو يسمع the other boy الولد الاخر بعد كده هنا عندي بيقول لي write a list of four things اكتب قائمة بحاجات we can do help some of people ممكن نساعد الناس اللي فوق دول ممكن نعمل ايه معاهم طبعا ممكن نبدأ مثلا بالشخص اللي هو blind ممكن نقول someone شخص ما اي حد في الشارع could till him أو the blind man يقول ل يقول له ايه مثلا that the lights ان اشارة المرور ما لها are green يعني حد يخبره انها green for him يعني لازم حد يتكلم معه من سبوش كده وممكن طبعا الولد اللي بيناد على صاحبه نقول the boy who is shouting الولد اللي بيصرخه على زميله the boy who is shouting could learn ممكن يتعلم sign language لغة الايه الاشارة وبكده هيفهم صديقه وصديقك هيفهمه بسهولة وكده بحنا حلين جزء من المشكلة وطبعا ده تمرين open انتم ممكن تقتربوا حاجات افضل من دي ادرس الرابع بيج 87 cry ينصرخ ويبكي hide يختبئ hug يحضن أو حضن wonder يتساء my little sister started to cry بدأت تبكي after she fell and hurt her hand look at those people in the street I know what they are looking at I wonder أنا أتعجب إلى ماذا ينظرون when waleed was younger he liked it too from his brother and sister and they spent a long time trying to find him كان على طول بيحب ان هو hide يختبئ من اخواته Laura always gives her grandmother big دايما بتدل جدتها big hug يعني حضن كبير when she sees her كل ما تشوفها تحضنه التمرين اللي بعده when was the last time that she cried امتى اخر مرة انت بكيت فيها what happened طبعا كل واحد براحتورة ممكن اقول مثلا yesterday when my father لما بابا مثلا shout it at me زعق لي فانا زعلته طبعا وبكيت why do animals sometimes hide ليه احيانا الحيوانات بتستخبه ممكن نقول when they are frightened or frightened يعني لما بايه بيخافوا how do you feel when someone your family hugs you وبتشعر بايه لما حد في عيلتك بيحضنك i feel i feel happy طبعا دي كلها حاجات كل واحد براحته جاوب براحته بعد كده عن القصة بتاعة little woman امرأة صغيرة in the correct order اول واحدة three of the sisters are sewing in the living room ثلاثة بنات كانوا بيعملوا ايه بيخيطوا اتنين joe starts to read a newspaper بدأت تقرى الايه الجريد joe reads the story to hear sister بدأت تقرى على اخوتها ميج starts to cry because the story is sad بدأت تبكي لان القصة ساد حزينة joe throws the newspaper down القط الجريدة باس is proud of her sister and gives her a hug وحضنتها في الاخر لما عرفت انه هي اللي كتبة القصة page 88 i was wondering a tasell if you would like to come to my family party would you like to listen shall i bring some cakes احضر معايا كيكا what time should i could you bring come to your house or fruit some headphones to a famous orchestra on the radio طبعا اول واحدة بيقول لي محلول الاولى would you like to listen to تحب تسمع the famous orchestra on the radio shall i bring some cakes or fruit اجيب كيكا ولا فاكها what time should i come to your house اجا عندكم امتا اخر واحدة could you bring some headphones بعد كده عندي محادثة بين سالم و نادر سالم بيقول له hi نادر i was wondering بتساءل if you would like to come to my cousin's house tomorrow تحب تيجى عند بيت عامي tomorrow tomorrow يعني غدا رد طبعا نادر قال له yes i would love to احب بذلك it's a big house انه منزل كبير isn't it رد علي سالم قال له yes he has good table tennis عندهم ترا visit table tennis in the garden would you like to play تحب تلعب رد نادر قال له yes please shall i bring some table tennis balls اجيب معايا بعض الكرات قال له no he has good those هما عندهم could you bring some food هات معاك طعام we will have a picnic هنعمل كده نزهة خلوية نادر قال له yes of course i'll bring some sandwiches هجيب معايا sandwichات what time should i come هو احنا المفروض اجي امتى قال له we are leaving my house at 10 am هنسيب المنزل الساعة كام نادر قال له great see you then اشوفك هناك بعد كده عندي هنا طبعا working pairs انت وزمائلك مع بعضكم hi would you like to ونكتب اي حاجة مثلا مثلا عيد ميلاد would you like to come to my birthday تحب تيجى عندنا birthday بتاعي طبعا يقول له yes i would love to we can play احنا ممكن نلعب بعد عيد الميلاد would you like to eat something ممكن ناكل حاجة yes please shall i واجب مثلا معي bring اي حاجة وكمل براحتي خالص طبعا دي كل طالب براحته الدرس السادس page 89 action escape يعني اهرب review يعني مقال نقدي theme park اللي هي مدينة الماليه a large park with machines to ride on طبعا واضحة جدا to present a summary تعمل summary opinion في رأيك and recommendation of a film book or play طبعا ده ال review the thing is that happen in a film تسمع ال action to leave a place تسيب مكان that you should stay انه مفروض تمكس فيه يبقى انت كده عملت escape يعني انت كده هربت بعد كده عندي كلمة park يعني حديقة او يركن سيارة star يعني point of view وجهة نظر let's go to the park and fly our kites وانطير الطائرات اللي معنا it's nearly dark look i can see a انا شايف star شايف نجمة don't not your car outside the school don't park لا تركن السيارة يبقى park هنا حديقة وهنا يركن from my نقط طبعا from my point of view or from my view من وجهة نظري تنفع فيو الوحدة we should recycle all our plastic the actor became a star يبقى star بمعنى نجمة او نجمة فن there is a great from the top of the tower وانتوا فوق الطاور هتشوف great view يعني منظر طبيعي رائع بعد كده عندنا review of lord of the flies قصة lord of the flies lord of the flies is an adventure story هي قصة مغامرات الكاتب البريطاني ويليام جولدين تاني حاجة هتكون رقم دي it's about some school boys تلاميذ بتوع المدرسة who have to live on an island اضطروا يعيشوا على الجزيرة after their plane بعدما الطير بتاعتهم lands in the sea هبطت في البحر and the pilot dies والطيار مات how will the boy live on the island and will they escape ازاي هيعيشوا على الجزيرة وهل هربوا i thought the action was exciting الاحداث مسيرة and many amazing things happened to the boys وفي حاجات رائعة حصلت ليهم my favorite part was early in the story افضل جوزة في بداة القصة when the children enjoyed their time on the island كانوا بيستمتعوا بقتهم but in my opinion some of the children are horrible كانوا مرعبين and i didn't like them وانا ما حبيتهمش i recommend the book because it makes you think about what is it like to live only with other children انا حبيت لانوا بعلمك ازاي تعيش مع الاطفال but it's not a very happy story لكن هي مش من انواع القصص الحابي اللي هي القصص السعيدة بيج 9 صفحة 90 اخر درس في يونت 9 write the words هنكتب الكلمات write the words in the blue column والعمود ده يبقى في كلمة تتكون في الاخر اللي هو بالازرق a funny drawing راس ما فاني اللي هو cartoon when you are very sad لما تكون حزين you do this لما بنبقى حزنين بنعمل ايه؟ طبعا بنعمل cry يعني ايه cry بنبكي clothes that you wear to look like someone or something else ملابس بنلبس عشان نبدو مثل ناس اخرين يبقى تنكري يبقى costume اللي هو الازياء التنكرية people who can't see الناس اللي مت بتشوف are this they are blind و blind يعني اعمى the words for a play الكلمات اللي ستعمل عشان المسرحية طبعا ده احنا بنسميها script the type of art you need a camera to do النوع من الارت انت محتاج camera اللي هو طبعا فن الفوتوغرافي الكلمة اللي تكونت طبعا هنا عندنا artist the word in the blue column الكلمة اللي موجودة في العمود ده طبعا artist وارتست يعني فنان التمرين التاني معانا complete the sentence الكامل يقوم اللي write what these people can know how to are able to do well a firefighter is able to الراجل اطفاء بيودة no stop fires تمام an artist الفنان knows how to بيعرف مثلا paint pictures يرسم صور a musician الموسيقار can play بيقدر يعزف على الموسيقى an instrument الالات الموسيقى ده بنسميه musician a film star knows نغير كده how to يعرف كيف act يمثل in films our teacher المدرس بتانا is able to قادر على انه teach us يعلمنا مثلا انجلش اخر التمرين معانا في unit 7 look at the pictures and answer the questions دي صورة الاولى صورة التانية ودي التالتة ودي طبعا number 4 what can you see in the pictures انت شايف ايف الصور طبعا number 1 is a drawing what is your view of each picture طبعا number 2 دي is a portrait number 2 d is a portrait which is your favorite y وطبعا d بعدي portrait number 3 ايه طبعا ما جاوا في رقم واحد three d is a portrait اواني فخرية واربعة ده طبعا واضح جدا ان هو is a sculpture 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 يعني تمثال منحوت يبقى الاولى دي طبعا دي رسمة عادية التانية portrait 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 what is your view of each picture ايه رايك في كل صورة طبعا كل واحد براحته which is your favorite اي واحدة انت بتفضلها ولماذا which do you don't like why اللي انت مش حبيبها ولماذا برضو دي كل سؤال نجاوب براحتنا وبكده نكون وصلنا لنهاية unit 9 انتظرونا ان شاء الله الفيديو القادم هنخلص unit 10 علشان امتحان شهر ابريل اي حد عنده مشكلة يكلمني في الكومنتس باعتدر عن اي خطأ حدث اثناء الفيديو انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم مع تمانياتي بدوم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته